نروح برضو يعني لبعثة النادي الأهلي أكتر هناك ونتطمن على بعثة النادي الأهلي مع زميلنا كريم أحمد تفضل يا كريم مساء خير عليك كابتن أسام حسن طبعا كل التحيليك ولكل مشاهدين وكل جمهورة لنادي الأهلي في كل مكان يمكن رسالتنا مستمرة وكواليس مباراة السوبر الأفريقي الأهلي ونادي البركان المغربي إن شاء الله بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي في هذه المباراة كل مرة كابتن أسامة نأكد على هذا الأمر الجدية كبيرة وإصرار وتركيز من الآيات النادي الأهلي وحلم كبير لكل جمهور النادي الأهلي منتظر هذه المباراة لتكون هذه المباراة وأيضا البطولة في دولاب وبطولات النادي الأهلي بننقلكوا طبعا كابتن أسامة من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي كواليس الفريق ومدى حالة اللعبين لكن في هذه اللحظات ينضمينا طبعا الأساس ترأنديل عضو مجلس إصدارة النادي الأهلي المتواجد بصفة مستبرة مع الفريق ومع الكابتن محمود الخطيب بطريق بيه طبعا برحب بيك وأكيد تحاية الكابتن أسامة حسني أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كابتن أسامة إزايك ما نور القناة وبتوجدك أنا قد غانت أهلي ما شاء الله عند الطاقم بتاعه كله موجود هنا طبعا حاجة الحمد لله يعني بنشره بالتواجد مع الفريق ومع الباسة الحمد لله أنا ملا أكرر لعيبة أبطال في الظل أن الأول لعبت دور الثمانية مع سان دونز في جنوب أفريقيا وقيت حركنا على هنا كان سفرية طويلة قوي لقطر وفي نفس الوقت اختلاف الجو نفسه الجو في جنوب أفريقيا كان الجو أشبه بالشتاء يعني وهنا الجو طبعا حر جدا فالحمد لله أن تواجدنا برضو في الفترة دي بتفرق قبل المتش بحيث برضو النقلة بين الجو هناك وكل الأحوال والظروف نفسها عبل الملعيبة تتعود برضو عشان إن شاء الله ربنا يوفقنا في مطش السوبر أنا عايز أبدأ معك ترعبية طبعا بمدى صدل تأهل مع لعبت اللي نادي الأهل إحنا يمكن تلاحهم مباريات وتلاحهم بطلات في نفس الوقت يمكن تلاحهم بطلات البطلات الأفريقية ثم السوبر الأفريقي لكن مدى صدل تأهل شايفوا إزاي في وجه اللعيبة وتركزهم إزاي في الملعب شايفة طريبية هو أولا بالنسبة لتلاحهم إحنا جايين من دوري عمرنا ما يشوفنا زيه يعني مطشات بتتلاحب على طول باستمرار ما فيش فترة راحة يمكن كل 48 ساعة مطش النادي بلعبه ومع ذلك اللعيبة أبطال ما شاء الله عليهم في نفس الوقت يبدأ يجي هنا في البدر شوية في قطر دي كان لها ضرورة جميل جدا أولا بعد التأهل الحمد لله لدولة أربعة في بطولة أفريقيا طبعا دي كانت بلا جدار رفعت معنويات اللعيبة وأثرت في الفريق في نفس الوقت أنه تأقل مع الجو هنا دي برضو تفرق جميل جدا مع كل الأجواء الموجودة في قطر وكالعادة برضو الجالية المصرية الموجودة وترحبهم ومتبعيتهم لينا فحاجة الحمد لله قيمة حسين برضو أنه نحن عاديم في مصر أنا عاشت بدورك حقيقة طريقة بي طبعا ومع الكابتن محمود الخطيب لأن ممكن ما بنقول مجلس الإدارة والتواجد ووجود الكابتن الخطيب ووجود حضرتك وتوفير مناخ لكل اللعيبة وكل الظروف ده بيبقى ليه مردود وليه رسال على اللعيبة مدى يعني وجود الكابتن محمود الخطيب وجود حضرتك بتشوفه إزاي وأيضا ده مردود على اللعيبة إيه وساطة اللعيبة إيه والله ده استمر لي الكابتن محمود الخطيب يعني من ساعة ما جدا المجلس هو بيعمله وخصوها الفترة الأخيرة مع أفريق كورا اللي أصفرت الحمد لله سنة اللي فاتت على فوزنا ببطولة أفرخ يعني لو تفتكر كابتن محمود كان رئيس بعثة للهلال ورئيس بعثة مطش الهلال السوداني ومطش سانداونز ومطش الوداد المغربي وبعد كده كاس العلم اللي أندي وشرفت الحمد لله أنا كنت مرافق ليه في البعثات دي يعني وهو برضو نفس الحكاية في البطولة الجديدة طبعا وجود كابتن محمود حطيب بيفرق فرق غير طبيعي مع الفريق من كل النوع كابتن محمود قاقيمته كلاعب أسطورة والحاجة التانية قاقيمة إدارية جمدة جدا بيعرف يتعامل مع اللاعبين في كل الأحداث يعني سواء كاسبام مطشة أو خارج مرهق أو في لغباطة مواعيد في المطشة زي اللي حصل في الدوري الدوري اللي بيقوم بيه كابتن محمود الحمد لله بيفرق جمد جدا مع الفريق وأولا وأخرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي نرجوه أنه يلازمنا إن شاء الله ونعرف إن شاء الله نحقق بطولة السوبر اللي غايبة عننا بقالها فترة كبيرة كان أنت أشرت النقطة مهمة جدا نطارك به وهو وصول المبكر وتأكل مع الجو وإحنا فعلا كنا جايين من درجة حرارة بتصل سبعة وتمانية لكن الدرجات الحرارة هنا مرتفعة جدا وحدة الشمس كمان قوية جدا إحنا خارج الملعب ويمكن بنعاني شوية يعني بنقول ربنا يكون فعون لعيبة اللي نادي الآلي لكن الوصول المبكر ده ده مرحلة وفترة يتأكلوا من اللعبين كيف ترى هذا الأمر ترى؟ طبعا يعني إزا نقول رحاك الوصول المبكر فرق جدا في حاجات أكتر من حاجة اللي هي النقلة برضو انت كنت بتلعب في بطولة أفريقيا وجاية تلعب هنا ماتش السوبر فالنقلة في التحضير نفسها الحاجة التانية اختلاف الطقس طبعا يعني تجاي من شتا وبتلعب في صيف عايز أقول برضو لعيبة بسم الله ما شاء الله عليهم رجالة يعني كم الانضباط اللي الواحد شايفه ورجولة في تعاملهم مع المواقف من ساعة ما جينا وصلنا جنوب أفريقيا لغاية هنا حاجة تفرع على فجأة يعني في جنوب أفريقيا نحن ما كناش في فقاع نحن هنا في فقاع انت تحس في جنوب أفريقيا وانت موجود هناك إنك في فقاع برضو يعني هو الحمد لله في جانب كبير جدا ملموس من التزام اللعيبة وغيرتهم وإحساسهم هم عايزين يعملوا حاجة لنا ديالي ونفسهم طبعا كلمك على المعنوات على قد ما كلمك طرق بي على يعني مشكلة أصدق الفنيات هكلمك على المعنوات الممكن الفنيات أكيد مطروكة البيتسو مسماني والجهاز الفني لكن معنوات اللعبة مرتفعة شايف وجوههم وشايف الإصرار إزاي وشايف تركيز لعبة النادي الأهل إزاي لأنها مباراة وحيدة طربي بطولة الأفريقية نقدر نعاوض تسعين ديالي في تسعين ديالي لكن دي مباراة وحيدة كيف ترى هذا الأمر عيد الحمد لله معنوات مرتفعة وكل حاجة وبيتبقى وهو الأهم توفيق ربنا في المطش دي اللي احنا بمدرش نكلم فيه لو هو مباراة تسعين ديالي نرجو إن شاء الله وندعو ربنا أن احنا ربنا يوفقنا في المطش إنما من ناحية المعنوات الحمد لله عندهم كم جبير جدا من التوازن النفسي عارفين هم جايين الهدف اللي عندهم التيم كله على بعض الحمد لله الروح الفريق والتيم وورك اللي ما بينهم هم والجهاز وكل أفراد الباسة على أحلى ما يكون وزي ما بقول لحضرتك الأهم بيتبقى وهو توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المطش أنا عارف إن جمهور النادي الأهلي بسند ودعم حقيقي ويمكن رسالته بتوصل للاعيبة بشكل كبير جدا أطريق بي وده أمر مهم جدا لأن اللعيبة عارفة وعارفة قيمة البطولة بتشوف الأمر ده إزاي وتشوف مسند جمهور النادي الأهلي إزاي المعتادة ده مش أمر غريب على جمهور النادي بسحاك يعني إحنا بنلعب بأنه فترة كبيرة من جير جمهور النادي الأهلي طبعا بينقصنا بطريقة غير طبيعية مسند جمهور النادي الأهلي في الملعب لكن جمهور النادي الأهلي بقى سواهم وجود في الملعب أو مش موجود إحساسه وتواجده إعلاميا وفي الشارع ويوي ليس له حل جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم الحمد لله ويستحق بطولات كتير أو يستحق دايما أنه ترسم على شفاة والابتسامة والسعادة بفريقه بالنادي الأهلي فده حاجة يعني هم نتكلم عليه دايما أنه حاجة أوتستاندينج حاجة خارج المقارنة جمهور النادي أنا معرف أن اللعيبة مش محتاج رسالة ومش محتاج رسالة التحفيز لكن لازم أسمع من طريق بيرسالة مطلوب إيه من اللعيبة مطلوب إيه من اللعيبة النادي الأهلي في مباراة نهد البركان يوم الجمعة إن شاء الله يعني مش هقول أكتر من اللي دايما كابتن خطيب بيقوله لهم يعني احنا أول ما خلصنا الماتش اللي فات مليلتها على طول كاترسالة كابتن خطيب إن خلاص انتهينا من تأهل داخلين على بطول على طول إنها كتغيبة عننا بقالها فترة فبالتالي ده هو ده قدر أندي الأهلي إن طموحات لا تختفي طموحات وتتجدد باستمرار أنت خارج من مباراة لبطولة تانية لأنه ده قدرك دايما إن شاء الله وربنا يديمها نعمة إنك تبقى الأهلي فالعيبة مدركة الحمد لله الكلام ده كويس قوي وحاس بي إنه وفي نفس الوقت بتعمل تاريخ لنفسها ربنا وفهم في كده تاريخهم لنفسهم وللنادي الأهلي